نور لحنبلش أولى محطاتنا مع عالم الديكور ورح نحكي أكتر عن الألوان والتصميم الداخلية من المعروف أنه بعض تغيير ببعض القطع ضمن المنزل أو مكان العمل ممكن يغير الجو كله ويأثر حتى على نفسية الناس ضمن هذا المكان إن كان بالألوان أو حتى بتصميم الديكور لهيك رح نتعرف على آخر صيحات الموضة بتصميم الداخلي مع ضيفنا لليوم المهندس عمر البزنة أهلا وسهلا فيك ويسعد أوقاتك يسعد صباحك يسعد أوقاتك وصباح الخير خلينا بالبداية نحكي يعني عم نشوف ديكورات جدا جميلة في بزخ كتير كبير فينا نقول تصميم البيت وصالونات بنشوف أحيانا منتجهنا نحو البساطة الشديدة والاتجاه لتفاصيل يمكن تعطني لمسة خاصة للمكان خلينا نحكي عن الرائج اليوم بالـ 2022 لأنه عم نشوف اختلاف يعني كتير كبير من عم نشوف البزخ الكتير كبير للكلاسيك التقليدي ففيه فرق شاسع نوعا ما صحيح هلا بداية الاختلاف اللي عم نشوفه اليوم والفرق هذا اللي عم نشوفه بين البزخ الشديد جدا من المنازل والأماكن السكن أو أماكن العمل للموضوع البسيط التبسيط بالأشكال هاي عم تكون حسب الذائقة العامة يعني حسب الشخص شو عم يحب بينما إذا نحكي نحن الأكترية يعني خلينا نقول بالإجماع شو اليوم الرائج اللي عم يوصلني للنتيجة أنا عم أقول مثلا اليوم الرائج هو الكلاسيك اليوم الرائج هو الميناميلزم أو شيء المبسط اليوم عم نلاحظ أنه نحنا بلشنا بالعام الثالث بعد جائحة كورونا وهي تعتبر يعني نحنا جائحة كورونا عملت نقطة مفصلية كتير مهمة بالعمارة بشكل عام وبالتصميم الداخلي بشكل خاص نحنا لما تسببت جائحة كورونا أنه نحنا نحجرنا بالبيت قعدنا بالبيت صرنا نحس أهمية الفراغ اللي نحنا عايشين فيه أهمية أنه نحنا نعتني بأضاق تفصيلة فيه لأنه نحنا اضطرينا نقعد فيه فترات طويلة جدا فنحنا دخلنا هلأ بالعام الثالث بعد جائحة كورونا فهي هون هذا الموضوع هذا الشيء اللي عم يلعب دور بخلينا نقول سواء على مستوى الألوان أو على مستوى التصميم أو على مستوى أي شيء عم نشتغله ضمن الفراغ الداخلي اليوم نتقلنا من العام الماضي كان هو نسميناه نحنا عام الخطوط المستقيمة أو عام الأشكال الهندسية الواضحة يعني المربع المستطيل دائماً عم يكون فيه عندي زوايا قائمة عم يكون فيه عندي حدة بالأشكال اليوم دخلنا نحنا بالعام 2022 بشيء أقل خلينا نقول خشونة شيء بسيط شيء محبب للشخص اللي هو الأشكال المنحنية الأشكال المنحنية بتعطيه بشكل عام أي الشخص قاعد ضمن فراغ فيه أشكال منحنية بتعطيه راحة نفسية أكتر من الشكل الحد يعني أنا إذا ما نلاحظه الآن الرائج أكتراً يعني نشوفه مثلاً على السوشيال ميديا أو نشوفه على التلفزيون أو نشوفه من عدة أماكن اليوم الرائج هو الخطوط المنحنية سواء بالأسقف أو بالجدران أو حتى بقطع المفروشات اللي عم نستخدمها ضمن الفراغ الواحد فاليوم خلينا نقول الرائج أكتر هو البسيط لكن نحن عم نحافظ على الشيء الوظيفي يعني أنا كل شيء ما بيستخدمه أو كل شيء حيكون هو موجوده مثل عدمه فأنا فعلياً اليوم عم حاول استغني عنه نظراً لعدة عوامل أهم العامل الاقتصادي العام بالعالم كله يعني إن إحنا اليوم مثلاً شيء ما نبي حاجة إله ما عم نحطه شيء ما حنستخدمه أو حنعرف أنه هذا على المدى البعيد ما رح يكون له استخدام كمان إحنا عم نحاول إنه ما نحطه ضمن فراغنا فهذا تقريباً يعني خلينا نقول الشيء الرائج حول العالم الميناملازم أو الشيء المبسط بالإضافة لخطوط المنحنية أو الكيرفد لاين سواء بالفرنيتشر أو بالتصميم الداخلي طيب كمان عامر بنلاحظ بالفترة الأخيرة مثل ما أنت حكيت لما صرنا نعود بالبيت أكتر صرنا نحس بالإضاءة الموجودة بالبيت قد هي مهمة وضرورية وحتى يعني تضو النور الطبيعي لما بيدخل على البيت وقد إله فواية صرنا نشوف الأماكن المانا مهوية صح كيف فينا نصلح هلأ إذا البيت تصميمه غلط فأنت ما فيك كتير تلعب بالموضوع أو تغير بالموضوع ولكن فيه عنصر اللي هو الإضاءة الداخلية صرنا عم نشوفها عم بتكون بشكل أوسع بشكل مخفي بشكل أنه صارت تضغطي مساحات أكبر ضمن البيت قد هي هذا الشيء كمان هلأ صار فيه موضع جديدة لطريقة توزيع الإنارة ضمن المنزل صحيح هلأ إحنا أكيد بلاقي شكل أنه إحنا لما بوجود عنصر إنارة طبيعي موجود سواء من نافذة أو من واجهات ضخمة هذا عم يعطيني راحة نفسية أكتر يعني أنا لما أي فراغ فوت عليه بلاقي فيه فتحة إنارة كبيرة بغض النظر إذا هي تستخدم كتهوية أو لا بس مجرد أنه عم بدخل ضوء الطبيعي لأيلي مو أشعة الشمس أحيانا أشعة الشمس مزعجة بتكون ببعض الفترات لكن أنا بهمني ضوء الشمس يعني أنا لما كل ما حاولت كبر الواجهات كبر طريقة الفتح عندي كل ما عم حس براحة نفسية أكبر كل ما عم بستفيد من وجود الشمس بحياتي مثل ما حكينا نحنا أنه نحنا بالعام الثالث على جائحة كوروناسة لحد الآن نحنا ما نسينا أنه نحنا نطرينا ننحبس نطرينا نعود فنحنا هذا الشيء كنا بحاجة له كتير نرجع للطبيعة نرجع لفترة أنه نحنا نطلع نشوف الشمس فنحنا عم نحاول بفترات هذه الجديدة أنه نحنا نتلاف الأخطاء اللي كانت عم تكون موجودة بفترة الكورونا تماما أنه عم نحاول نكبر الفتحات هلأ ببعض الحالات كما ذكرت بيكون التصميم خاطئ يعني أنا بيكون مثلا الجهة المنزل أو الشقة أو المكتب كلها يأتي على جهة واحدة مثلا على الجنوب أو على الشرق أو على الغرب أحيانا بيكون موضوع الفتح فيها أساسا غير ممكن يعني إما بيكون مثلا فيه جوار قريب مني أو بيكون فيه مثلا منظر مزعج إذا أنا فتحت بهذه النقطة فأنا أحيانا بضطر أني أنا أفتح بس أنا هاي الواجهة مجرد يعني ما عم بيستخدمها بشكل كتير كبير وأنا ما بدي أنتقل للإنارة الصناعية الإنارة الصناعية اليوم هي يعني خلينا أقول أهم شيء لحتى يظهر جمال التصميم اللي أنا عامله يعني أنا بدون إنارة صناعية وبدون إنارة ضمن الفراغ أنا أي شيء عم اشتغلته قد ما كان حلو أنا تقريبا كبت 60% من جماليته اليوم الإنارة سواء بعدة أشكال الإنارة المخفية الإنارة المسلطة الإنارة الواسعة قد أي نوع من أنواع الإنارة هو عم يعطيني يعني عم يكملي عم يحليلي الشيء اللي أنا عامله أنا عامل قد ما كنت عامل شيء حلو بدون إنارة تسلط الضوخ اللي نقول على هذا الشيء اللي أنا عامله فما عم بقدر حسل الرقم الأعلى أو حسل على أعلى أداء أو أعلى شيء من اللي أنا مصممه فدور اليوم الإنارة سواء مثلوا أنا طبيعية أو صناعية هي من كتير مهم ضمن الفراغ الداخلي بس عم نشوف اختلاف يمكن كتير كبير يعني قبل كان فيه نوعا ما حتى مثلا بالإضاءة بالصانونات فيه نوعا ما أظهار بصري يعني فيه بتلاقي هيك إبهار بصري من خلال الترية والإضاءة سحي الديكور حتى تعمل كنبيات اليوم عم يتجاه نحو الكلاسيكي التقليدي البساطة حتى بالشركات إذا فينا نقول بالمكاتب كنا نفوت على المكاتب الشركات تلاقي فيه كتير بزخ لا فيه هلأ توجهك فينا نقول كتير للبساطة دخلين نحكيه كمان حتى على الخشب كنا نشوف كمان كمية خشب كتير كبيرة تفاصيل بالديكور كتير قوية لا اليوم عم نشوف مثلا الخشب عم يدخل بمطارح معينة بالبيت حتى بالمكاتب حتى بالشركات عم يكون استغلاله بطريقة فينا نقول حتى المساحة بتلعب دور هذا شو إلو علاقة فينا نقول فينا نقول مو فقط جاءت كورونا حتى التكلفة المادية صارت تدخل بالموضوع طبعا هلأ نحنا بالنهاية في عدة عوامل عم تلعب دور اليوم اليوم يعني منهم نحنا ذكرنا كناحية فلسفية كالموضوع الجائحة كورونا لكن نحنا كمان في عوامل اقتصادية في عوامل مثل ما قالنا أول أول شي اللي هو الزائقة العامة أو زوء الشخص اللي يعني يصمم يعني أنا لحد الآن لحد الآن ممكن يجي لعندي شخص بيلي أنا لحد الآن بدي مكتب مثلا الطاولة عرضة شي مترين ونصف وارتفاعة هيك وبيدي بزخ وزخاري فيها لحد الآن موجودة هي الزائقة وهي مالة خاطئة يعني نحنا مشا ما نقول أنه فلان خطأ وفلان صح لا رسية زائقة عمي لكن اليوم نحنا الرائج أكثر اليوم نحنا اللي عم يصير فينا عم نطلع لبرات الشقة عم نشوف ضوجة وعم نشوف تراكب ألوان وتراكب أشكال كتير طوله نهار طوله نهار عم نشوف هيك فنحنا بحاجة لما نرجع على شقةنا نرجع للسكينة الداخلية نرجع لشي بسيط ما نتحب عيوننا بأشكال متنوعة وزخارف وإنارة وواء وإلى ذلك بالإضافة مثل ما ذكرت يا حضرتك كمان أن الموضوع اليوم التكلفة المادية اليوم الشي اللي كنا نشوفه بالبيوت أيام زمان الجبسين الداخل الداخل الترييات الكريستال البوهمي الكبيرة هذا مكلف جدا صار اليوم يعني أنا اليوم اللي ما بدي أحكي على تريا أنا بحق لتريا ممكن أحمل الصالون كامل صحيح بالإضافة أنه نحنا اليوم وسائل الإنارة المستخدمة اليوم عم تتجه سواء بسوريا أو برات سوريا عم تتجه نحو توفير الطاقة نحو موضوع الاستدامة فأنا اليوم الشي اللي كنت استخدمه من قبل الترييات والهي النوع الإضاءة المستخدمة فيها هي غير موفرة للطاقة أطلاقا هي بالعكس مستنزفة للطاقة صحيح فنحنا اليوم عم نحاول نتجه لنحو البساطة لواحد من الأسباب اللي هو أنه نحنا اليوم اقتصاديا ما عنا هالمقدرة أنه نحنا نبذخ في هالأد بالإضافة أنه اليوم حتى مثلا الموضوع مثال ديكور داخلي أو جوبسين اللي يمكننا نشوفه عليه اليوم هذا أساسا معاد مستخدم كشك كآلية عمل اليوم نحنا لما بدنا نعمل أي زخارف وبدنا نعمل أي أشكال نحنا نستخدم شيء اسمه جيبسون بورد اللي هو ألواح جبسية بيكون مصبوبة بالمكان يعني تتعالج حتى تعطيني أشكال لكن اليوم الجبسين ومقاطع الجبسين صارت شوي قديمة ولأنه عم نطلق نرجع لما نرجع نطلبها كونها هي قديمة وصعبة صعبة التنفيذ عم يكون سعرها كتير غالي فلذلك نحنا دائما نرجع للبسيط نرجع فهو عدة عوامل شيء نفسي شيء اقتصادي شيء دائقة عامة صحيح تماما طيب خلينا نحكي شوي بقى عن الألوان يعني باعتبار بنعرف أنه ديكور هو شيء كتير مهم أهم شيء فيه عنصر اللون اللي ممكن نحنا نستخدمه بطرق متعددة إما بالإذهانات إما بورق الحائط مثل ما بنقول إما حتى بالعناصر الإضافية من حجر من غيره إضافات ممكن تنحط بقلب زوايا البيت كلها مع بعض ممكن تعمل توليفة معينة بالألوان نحكي شوي الألوان الرائجة والألوان اللي بتعطي مساحات للأماكن الضيقة صحيح الآن بلا أي شك أنه نحنا خلينا نقول اللون هو شيء كمان أساسي بعد التصميم وبعد الإنارة لتأثيره النفسي تماما تأثيره النفسي أنا إذا عم باستخدم ألوان خاطئة بفراغ معين أنا ممكن نسبب لي إزعاج نفسي صحيح ممكن نسبب لي قيمك على الإزعاج النفسي بجوز أنا كشخص فوت قول ما حلو هذا الفراغ بس مجرد أنه بس لأنه ألوانه مزابطة وإنما هو كتصميميا هو فراغ جميل جدا لكن اللون المستخدم هو لون خاطئ أو لون مو بمكانه أو مثلا استخدمته عنصر مو بمكانه اليوم عم نلاحظ كمان أنه بالموضوع الرائج عم نلاحظ أنه عودة استخدام المواد الطبيعية من خشب من حجر من الألوان المستمدة من الطبيعة يعني دائما اليوم أي فراغ عم ندخله سواء فراغ مكتبي مثل ما حكينا قبل شوي أو فراغ شقة زكنية أو أي فراغ عم ندخله فراغ معماري داخلي عم نلاحظ وجود عناصر طبيعية بشكل كتير كبير يعني نحن كنا زمان نفوت مثلا على مكتب أو على شقة نلاحظ أنه مثل ما ذكرنا لا كله خشب صحيح اليوم لا نحن عم نحاول نقيم نخفف من الخشب ندخل حجر ندخل عنصر أخضر نندخل أحيان عم نشوف مثلا ببعض المكاتب جدار أخضر كامل يعني نستخدم نباتات متسلقة لتعطيني إحساس عم ندخل الطبيعة داخل فراغاتنا كمان هاي أحد تطورات مثل ما حكينا أول شي عن موضوع جائح الكورونا هاي أحد التطورات لألة لوصلتنا لهذه النتيجة نحن ندخل الطبيعة من طالما ما مقدرين نروح فنحن نجيب الطبيعة لعنا فهون نحن من هاي الجملة أو من هاي العبارة نحن فينا نلاحظ استخدام الألوان أو الألوان الرائجة لهذه السنة وبعد مدى السنوات السابعة يعني أنا بدي أجمع كل شيء ألوان مستخدمة ضمن مثلا لـ 2021 وـ 2021 وـ 2022 هنن تلعوا بنتيجة نهائية اليوم أكتر ألوان رائجة هي الألوان المستمدة من الطبيعة الأورانج، البيج، البني، الأبيض الألوان المحايدة اللي نحن نسميها الأبيض، الرماديات، الأسود نسميها ألوان محايدة عم نلاحظ استخدام الألوان اللي نحن نسميها ألوان حرارة عالية يعني مثلا الألوان الأورانج، الأحمر، الأصفر عم نلاحظ كتير استخدامه ضمن الفراغات لكن بشكل بسيط يعني أنا عم بستخدمها ضمن الفراغ لكن مثلا بقطعة فرش وحدة عم بستخدمها ممكن بعنصر تزيني واحد بجوز بسجادة بجوز برداية بسيطة بجوز أحيانا بفاز معين بشي بسيط جدا لكن أنا ملاحظ أنه شيء الأعظمي المستخدم هي الألوان الترابية هي البيج قريب للبني قريب للقريج اللي هو خلط بين البيج والرمادي يعني هي تقريبا الألوان لكن بالدراسات اللي عملت من بداية 2022 لليوم أكتر لون مستخدم هو اللون الأخضر بدرجاته عم نلاحظ أنه مستخدم بشكل كتير كبير بالفرش أو بالخزائن أو بعدة عناصر تانية فهذا تقريبا خلال نقول كلون رئيسي للعام 2022 هو اللون الأخضر وتدرجاته بالإضافة لكل شيء ألوان اللي عملت خلال السنوات الماضية أو اللي كانت إلى رواج خلال السنوات الماضية اللي هي مثل ما ذكرنا الأصفر الأورانج والأحمر هلأ بالنسبة لتوزيع الألوان ضمن الفراغات الداخلية نحنا حتى لو عندي لون رائج بس أنا مو معقول مثلا عندي لون أخضر أو لون كيوي أو تدرجات اللون الأخضر أنا روح حطه بفراغ نوم يعني أنا في نحنا في تدرج لوني معين هذا كنت أسألك عنه تماما هاي الألوان الرائجة بس مثل ما قلت بدر يكون توزيع ضمن فراغ المنزل هو توزيع صحيح صحيح ومساحة المنزل بتلعب دور يعني كتير من يشوفه من التفاصيل قديش المهندس بيقدر يلعب على الألوان تكون عندي مساحة ديئة بس اختار لون بيعقص المساحة بيخلي المساحة واسعة وبنفس الوقت إذا كانت عندك المساحة كتير واسعة هاي التفاصيل قديش مهمة بتوزيع الألوان ضمن المنزل والبيت حجم البيت يعني أنا مثلا بغرفة فينا نقول الأعدل الكلياتنا بنقعد في مساحة بتلعب دور من الألوان لأنه في ألوان قوية غامقة تعطيك ضغط للمساحة صحيح في ألوان لا أخرى يمكن نحنا متعودين عليها مثل ما قلت الألوان الحيازية اللي هي الأبيض والرماديات يبتعطيك مساحة واسعة ضمن المنزل صحيح موضوع توزيع الألوان أوكي أنا عرفت شو الألوان الرائجة عرفت شو بدي استخدم الألوان خلينا نسميه طلعت الكولر بالت أو نحنا نسميه هذا يعني أنا طلعت عشو الألوان اللي هيستخدمه ضمن الفراغ لأنه أنا بالنهاية ما فيني جيب كل الألوان صحيح أنا بدي جيب لون لون تاني بيلبق معه بالكتير لون تالت يعني طبعا بالإضافة للعناصر الطبيعية مثلا خشب حجر ممكن لكن أكتر من جمع أكتر من ثلاث ألوان صر يعني في هيكي ضوجة بالفراغ فإنحنا توزيع هاي الألوان كتير مهم ضمن الفراغ الداخلي يعني أنا مثلا ما بقدر حط لون كله طاقة وحيوية بفراغ نوم يعني أنا حفوت على غرفة نوم حأصحى ما رح نوم فأنا لما مثلا بدخل أماكن اللي بيحاجيني أنا كون فيها ريلاكس أعمل ريلاكس أعمل هدوء لكل الحالي فأنا هون بيدي استخدم ممكن استخدم نفس الألوان لكن بيدي استخدم شيء نسميه الباستيل مننا يعني بمعنى اللون المزحوب للإشباع تابعه أو ساتوريشن تابعه يعني هلأ نحنا مثلا مثل الفرشلي المستخدم الكيوي أنا ممكن نستخدمه بس أنا لازم أسحب الإشباع تابعه الأزرق لازم يعني أنا حاوله أقرب ما يمكن للون الأبيض يعني أنا بيكون مثلا هو عبارة عن أبيض وفيه هيكي نقطة نقطة تماما خفف قوة اللون خلينا نقول يعني أنا ممكن يكون لون الأساسي أبيض معه هيكي لون أزرق خفيف لون أحمر خفيف لون أصفر خفيف عم يعطيني راحة هلأ أكيد اليوم بدنا ناخد بعين الاعتبار كل لون شو يعني شو بيعطي للنفس البشرية شو بيعطينا إحساس للنفس البشرية على مدى العصور هذا الشيء العمل مو بس ضمن هالفترة يعني أنا مثلا اللون الأخضر اللون الأزرق بيعطيني ريلاكس اللون الأحمر بيعطيني طاقة اللون الأورانج بيعطيني طاقة بيعطيني نشاط أكتر فهون بلاحظ أنه أنا مثلاً لبنبتأ لفراغ المعيشة أنا قادر أن أستخدم ألوان الخريف للأورانج الأصفر أنا بقدر أن أستخدم الألوان الأزرق وتدرجاته قادر أن أستخدم الألوان الصفرية يعني بفراغي اللي أنا بحاجة لطاقة فأنا بقدر أستخدم أي لون طالما هو خلينا أقول درجة اللون قوية أنا بتعطيني طاقة بتعطيني تحفيز هلأ بالنسبة للموضوع الفراغ أنا لما يكون عندي فراغ صغير أو فراغ كبير مثل ما ذكرتي حضرتك أكيد اللون بيلعب دوري بشكل كتير كبير إما بيديق الفراغ علي أو بيوسع الفراغ أكتر يعني أنا لما بكون قاعد بصالون مثلاً 5 متر بـ 6 متر يعني يعتبر نوعاً ما صالون وسط فأنا هون بدي حاول أنا حافظ على هاي المساحة لا بدي كبره أكتر ولا بدي زغره أكتر أما بينما بدي انزل لغرفة معيشة أقل من هيك مثلاً 3 بـ 3 أو 3 متر بـ 4 متر فهي نوعا ما ضيئة يعني أنا بقعد ديئة شو الألوان بتكون هون مفضلة هلا هون أنا كل ما حاولت تفتح اللون كل ما أنا وسعت على حالي أكتر يعني أنا مثلاً الأسقف كتير من شوف أحيان أخطاء معمارية وأخطاء بالتصميم الداخلي مغمئين لون السقف أنا لما بغمئ لون السقف أي لون إن شاء الله لو حطوا لون أخضر أو لون أطمر أو أزرق بيعطيني ضغط على أعصابي أنا بقعد مضغوط حتى موضوع الجدران مثلاً إحنا لما بنوسع بالعرض بنغمئ الجدار الواجهة من الجدران اللي على الجدار منفتحها فبتعطيني طول أكتر للغرفة يعني هي مثل الخداع بصري نوع من الخداع البصري أنا عندي سقف كتير عالي بدي حاول خفضه فأنا بغمئ لون السقف نوعا ما بيخفض السقف عندي عملية العكس سقف كتير منخفض بدي حاول أرفعه بدي حاول حسس حالي أنه أنا بفراغ أعلى كمان نفس المبدأ نحاول نفتح السقف ونغمئ باقي الجدران هلأ هون كمان بيدخل بموضوع المساحات بيدخل التصميم نفسه بحد ذاته يعني إحنا الخطوط الطولية والخطوط العرضية بالتصميم كتير بتلعب دور أنه يا أما بتوسع لي الفراغ كارتفاع أو بتضغط ليها أكتر يعني مثل لما كتير بتشبه لما نحنا بالتياب مثلاً بيقول لك لا تلبس كاروت طويل أنا بيعطي مثلاً بين الواحد سمين أو ناحية في نفس المبدأ لما أنا بحط خطوط طولية بتعطيني إحساس أنه الفراغ ممتوط للأعلى في ثراغ طولي ارتفاع عالي فأنا لما يكون عندي أساساً ارتفاع عالي وأنا عم حط عناصر شاقولية هيك عناصر أفقية على الطوء الشاقولية عم تسبب لي أنه أنا لسه أحس الفراغ أطول نفس الوقت إذا أنا عندي سقفي منخفض وعم حط عناصر أفقية فأنا عم حس أنه السقف صار مضغوط أكتر فهي يعني عدة عوامل بتلعب دور بهذا الموطور صحيح مثل ما قالت بنان شكيرك شكراً كثيراً شكراً لكم شكراً أكيد لوجودك معنا شكراً كثيراً شكراً لكم